الآن عزائي المشاهدين بعد ما تحدثنا قبل السوشيل ميديا عن نهاية موسم وتتويج فريق الوحدات بلقب بطولة كأس الأردن حديثنا الآن عن تحذيرات لا بداية موسم جديد قريب ولا مجال لراحة معقولة بين موسم استمر حوالي 15 شهر وموسم سينطلق الشهر المقبل الأندية المشاركة في دور المحترفين تحركت ورفعت صوتها واجتمعت واتفقت وتم تشكيل لجنة منبثقة عن الأندية بمكونة من الدكتور بشارة حوامدة وسيد سليم خير وأيضا سيد غيث المعاني للتفاوض مع الاتحاد والحديث مع الاتحاد حول النقاط اللي تم التفاق عليها بالأندية حتى يكون هناك موسم قادم تكون فيه المصلحة لجميع الأطراف الحديث أكثر عن هذا الحراك عن مطالب الأندية وعن واقع الأندية قبيل انطلاقة الموسم الجديد اللي أتوقع حوالي شهر فقط يفصلنا عن انطلاقته نرحب بأحد عضاء اللجنة الثلاثية مبثقة عن الأندية لتفاوض مع الاتحاد السيد غيث المعاني نائب رئيس نادي الحسين مساء الخير مساء الورد الله يعطيك العافية الله يعافيك يا رب يعني حراك موجود بين الأندية كما ذكرت والغاية والهدف هو تحقيق المصلحة وأقل الأطرار تكون حاصل الأندية لأنه نعرف حال الأندية المادي وحال الموسم الطويل اللي كان موجود وأنتم أيضا كنادي ونادي وحدات استمرتوا حتى شهر بعد النهاية الدوري وأيضا عنكم مشاركة قارية بالإضافة للإستقاقات المحلية ولكن ممكن نسجل نادي الحسين أنه ممكن نادي وحيد ممكن مع له ديول ولكن هو واقف مع الأندية وكأنه متضرز يوم يعني أولا أخي بسام أنا بشكرك على هذا اللقاء مشان إحنا يعني نقدم موجهة نظر الأندية بشكل واضح وجلي للإعلام الأردني وللمجتمع الأردني وللمهتمين بالرياضة الأردنية حقيقة بجوز أنت قرأت البيان أو شفت البيان اللي أصدرته الأندية البيان يتحدث بلغة تشاركية وودية نعم تشاركية مع الاتحاد نحن شركاء مع الاتحاد الأردني كأندية في بناء منظومة كرة القدم الأردنية والحفاظ عليها والاستمرار فيها نعم والحفاظ على المكتسبات والإنجازات لذلك كان الحديث الأهم الذي تتحدث فيه الأندية أنه اليوم إحنا فيه عندنا منتخب وطني عم بحقق إنجازات خارجية إحنا معنيين بالحفاظ عليه معنيين بتكريس كل الأشياء اللي بنقدرها وتسخيرها لتحقيق الحلم لتحقيق الحلم اللي بنتظره بتنتظره الدولة الأردنية بنتظره المجتمع الأردني بنتظره الرياضيين الأردنيين لأنه حقيقة إن شاء الله هو يمثل طوق نجال الجميع نعم لكن في ظل حرصنا على المنتخب الوطني حقيقة اليوم في حديث عن موسم كروي طويل جدا هذا الموسم الكروي أخي سابقه كمان وفترة توقف طويلة جدا نعم فترة التوقف الطويلة جدا كانت الأندية تبحث فيها وتعالج فيها تحاول فيها تحل جزء من المشاكل المالية الآن تقنى لأطول موسم بتاريخ كرة القدم الأردنية يعني أستاذ غيث يعني ما في حل وسط قبل موسم الماضي توقف طويل الآن توقف الآن توقف قصير يعني ما في حل وسط في الموضوع ما في حل وسط اليوم إحنا لما تحدثنا ببياننا طلبنا بالاتحاد أنه يستعين بخبراء يستعين باختصاصيين يعني اليوم يا أخوان أنت لما اللاعب الأردني لعب سنة وثلاث أشهر سنة واربعة أشهر بدنيا هناللاعب الأيوم عنده قدرة على الاستمرار في هذا العمل البدني في بعض جزء كبير من لاعبين المنتخب الوطني حتى بين فترة المرحلة الذهاب والإياب كانوا محترفين في العراق فالسمروا أنت بتحكي على اللاعب أردني اليوم بلعب كرة قدم سنة واربعة أشهر سنة وخمسة أشهر مرحق رياضيا فنيا بدنيا إحنا ما بنطلب اليوم إحنا بدنا الناس من أصحاب الاختصاص يعطونا القرار الأسلم هل هذا اللاعب ممكن يستمر نحن نخشى أنه هذا يكون له تأثير سلبي حتى على المنتخب الوطني يعني هذا اللاعب ممكن يعمل في نزول بالمستوى هذا الحديث ممكن يعمل تكرر في الإصابات وإحنا في نهاية الموسم كل الأندية الأردنية عانت بموضوع الإصابات مع اللاعبين لإستمرارية التوقفات وإستمرارية طولة هذا الموسم خاصة للاعبنا لكن كبت سد غيث مش متعود على هذا اللاعب الأردني يعني بدنيا ممكن غير مهيأ أخي بنيت اللاعب الأردني بنيت اللاعب الأردني وأليت تعامل اللاعب الأردني مع الاحتراف نعم إحنا اليوم بدنا تجواب من أصحاب الاختصاص هل قادروا أن يستمر بهذا الموضوع يعني اليوم الوحدات والفيصلي والسلط والرمثة وشباب الأردن قبل أكم من يوم الأسبوع الماضي خلصوا موسمهم إحنا ما في عنا فترة توقف إحنا اليوم إذا بنمشي على رزنامة الاتحاد بدنا نتوقف 15 يوم بجوز أقل من 15 يوم كمان هل أصحاب الاختصاص ممكن يفيدون بهذا الموضوع هذا الموضوع خطير يكادي بكرة ينعكس على كل جيل يعني إحنا اليوم وخاصة في نسبة كبيرة سد غيث من اللاعبين غير محترفين بالأصل بيكون عندهم أعمال أخرى وأعمال حتى بدنية شاقة واللي بيشتغل على تطبيقات واللي بيشتغل بحتي يحافظ وحصل الرزقه بالتالي يعني فيه بعض للأسف لبعض كمان حتى ثقافة الاحتراف من حيث الصهر من حيث النوم من حيث المحافظة على اللياقة مش موجودة يسيد احنا بنعتبر أنه في حالة التزام كاملة من اللاعبين اليوم احنا بنقول للاتحاد اللاعبين والأندية في خدمة المنتخب الوطني لكن فيه شكل يخدم المنتخب الوطني احنا ما بدنا بكرة بشهر 9 أو بشهر 10 المنتخب يعاني من هبوط لا صمح الله في المستوى تراجع في الأداء البدني الاصابات اليوم في كثير من لعيبتنا الموجودين حتى اللي راهوا على المنتخب من أول تمرين تمرينين انصابوا نعم احنا بالنتيجة هذا موضوع حطينا الآن احنا أمام هذا الاتحاد لكن هذا أول مطلب صدغيت انه حيث حسب بيانة اللي صدر من الأندية تأخير بداية الموسم المقبل لعدم جاهزية الأندية لأنه الآن في أندية في بعض أندية أو كثير من أندية عقود لعبها انتهت فالآن راح يبحثوا عن تشكيل فريق عن تجديد عقود استقطاب لعبين عن تسريح لعبين حتى في بعض عندي يمكن ما عنداش الآن مدربين فهذا المطلب الأول هو تأجيل بداية الموسم المقبل وتأجيل فتت القيد الأول نعم شوف أخي أخي بسام نعم احنا يعني انت سألتني بالأول عن نادي الحسين وأنا ما جاوبت عن نادي الحسين لأنه حقيقة أنا اليوم جاي أتحدث مش عن نادي واحد نعم أنا بالنتيجة احنا اليوم نعتبر حالنا لأندي كلياتنا إخوة أعزاء وبمركب واحد وأنا بهمني نادي الفيصل وبهمني نادي الوحدات وبهمني نادي مغير السرحان وبهمني نادي السلط لأنه كرة القادمة الأردنية ما بتقوم مع نادي ولا بتقوم مع نادي الدورة الأردنية فيه 12 فريق الآن نعم هلا احنا ما بدنا يكون فيه اختلال بهذه المعادلة أنا بحكي اليوم أنه الأندي الأردنية مش مش حابة تلعب الأندي الأردنية مش قادر تلعب فيه فرق يا أخوان بين الرغبة وبين القدرة بين الرغبة وبين القدرة احنا بالعكس احنا اليوم بنمد يدنا للاتحاد لانه بدنا نلاقي حلول لمشاكل كثيرة هذه المشاكل اخ بسام لم يتم التعامل معها بجدية لثلاث اربع سنوات ماضية بقيت ترحل الى اليوم احنا وصلنا لمرحلة الاستدام في الحاط وانا اخشى انه اليوم يعني اليوم الاندي الاردنية بلشت تتعاني من لما صار في انهاء الاتفاق بين المناصير مثلا الاتحاد الاردنية ظروف معينة هذا الاندي فقدت فيه 100 الف هذا توافق انه اجت ازمة كورونا ازمة كورونا فقدنا فيها الجماهير لموسمين كرويات تقريبا وفاقد الاندي كان فاقد مالي كبير مع انه الاندي بقيت ملتزمة بعقود لاعبينها وبمصاريفها الدوري الاردني بقى مستمر رغم كورونا كنا نلعب بدون جمهور اذا بتذكروا بهذا الموضوع هذه المعانايات المتراكمة اليوم وصلنا لمرحلة انه احنا اليوم اصبحنا غير قادرين على الاستمرار انا بحكي كاخوة باندي اليوم الشكاوي اللي قامت قبل ثلاث سنوات اليوم عم نصطدم فيها احنا قاعدين نعم في مشاكل اليوم انه في اندي مش قاعدة بالسجل لاعبين نعم في بعض الاخوة بالاندي اليوم اللاعبين اللي عندهم انتهت عقودهم طب انتهت عقوده بدروح وشوف نادي انا بقولك في اندي بالاردن اليوم بجزء ما تقدرش تكمل الكشف لانه ما عندهاش قدره على التعاقدات احنا منحكي اليوم على مجمل مشاكل نعم ليست سببها الاندي فقط ولا مشكلة الاندي فقط هذه مشاكل تم ترحيلها من فترة لفترة لفترة نعم ممكن تسبب الرئيسي كمان عدم وجوشها الكراعية اكيد الدعم المادي هو اكيد ممكن اساس المشكلة كابتن استاذ غايت لو فيه دعم مادي للاندي كافي كل نادي بقدر اتعاقد ما العيبه وبتمشي اموره بشكل مقود يعني احنا اخ بس انا ما بدي انا اتجاوز الشركة عدم وجود الدعم المالي عامل اساسي جدا مهم نعم لكن كمان فيه اشياء اهم اخرى نعم فيه عندك مشكلة شكاوي اللاعبين وترحيلها من سنوات سابقة ومشكلة كورونا مشكلة كورونا شكاوي اللاعبين اصلها انو النادي مش معايد فعلها دعا فيش معايد فعلها واصلا فيش وجود شركة لذلك احنا اليوم في بياننا لما طلبنا 250 ألف بما فيه دعم التلفزيون الاردني اللي يشكر اليوم احنا لما منوض طالب 250 ألف احنا ما منطالب بحل مشكلة ديون ترى احنا منطالب بحل مؤقت يقدر يمشي الاندية يعني احنا اليوم منطالب الحكومة ومنطالب الاتحاد بمبلغ مليون دينار يجي دعم اضافي للاندية مشان تقدر الاندية تحل مع اللاعبين توقف على رسليها احنا كمان ايضا عشان نكسب وقت بالاضافة كما ذكرنا تأخير بداية الموسم المقبل هاي طلبات الاندية وتأجيل فترة القيد الاول ايضا مطلب مهم هو رفض هبوط اربعة فرق كما كان هناك يبدو كان توجه او استمزاج لرأي انه رفض هبوط اربعة اندية نهاية الموسم ايضا الاستعانة بالفار اضافة لنقطة مهمة كمطروح من ثلاث اندية بتشارك بدورة درجة اولى الوحدات والحسين الفيصلي بتحت 23 عام ودوح تتساب نتائجهم هذا كمان رح يسبب عبء كبير على هذه الاندية هذا كمان هناك رفض النقطة المهمة ايضا صدغيت انه الاتحاد اجتمع معكم سابقا اجتمع معكم ممكن هاي الامور كانت مطروحة عليكم لماذا لم يكن هناك رفض وقاطع من البداية بعد اجتماع هل وفقتم شو حكيتوا الاتحاد اولا الاتحاد الاردون كرة قدم مشكور هو يعلم كل هذه التفاصيل نعم ويعلم كل هذه الحيثيات نعم ويعلم انه الاندية اليوم مصلت لمرحلة ما في عندها قدرة على الاستمرار في العمل واحنا زي ما حكيت لك احنا كنا الرحل سنة لسنة سنة لسنة نعم لدرجة انه احنا اليوم بطلنا نقدر نتحمل بهذا الموضوع الاتحاد يعلم كل هذه التفاصيل لكن الاتحاد بعشا بالاندية انها تظلها عندها قدرة على الاستمرارية بحل مشاكلها المالية من خلال التبرعات ومن خلال استقطاب بعض الناس الممكن يقدموا تبرعات وعيبات في عندي بتقدر في عندي بتقدرش اليوم اخي الوضع الاقتصادي بالبلد الوضع الاجتماعي بالبلد عدم موجود تشريعات جديدة تزعف الاندية يعني يا اخوان احنا لما نيجي منحكي اليوم للاندية يعني احنا الانجاز اللي تتحقق بابطال اسيا اخ بسام نعم بكأس اسيا المنتخب الوطني والانجاز اللي قاعد بتحقق الان بكأس العالم اليوم هذا الانجاز الاندية شور كافي يا أخوان إحنا اليوم اللاعب نستلمه عمره 12 سنة بفئة 12-13 ومنظل ننفق عليه ونشرف عليه ونرفع فيه بالفئات وبدأ المواصلات وبدأ اللاعبين وبدأ المدربين وبدأ المعالجين وبدأ الإداريين تيصد يصير عمره 23 سنة و22 سنة هو أكيد ما حدبك الدور الأندية طيب بالمقابل أخوة السام بالمقابل هذه الأندية اليوم أنا بدي أسأل شو زاد الدعم الموجود للأندية مش زاد الدعم تقلص الدعم من 200-220 ألف لكات 90 ألف دينار يعني حقيقة هل الأندية اليوم اللي بالساهم يعني مع الاحترام والتقدير للإخوة في كل المجالات لما الاتحاد اليوم لما المنتخب اليوم بيجي بوقض لعيبة الأندية قبل شهر من الاستحقاق الآسيوي وقبل أسبوعين مزبوط ولا لا هذا اللاعب يتم إعداده بالنادي طيب إحنا لما صارت إنجازات أبطال آسيا ما حدا لا الحكومة ولا المؤسسات الوطنية ولا الشركات الداعمة تطرقت إلى موضوع الأندية وقالت هذه الأندية هي جزء من منظومة كرة القدم أخي بدون أندية اليوم بدون أندية ما فيه كرة القدم الآن يعني اجتماعتم على الاتحاد حددت مواعيد تجتمع الاتحاد باللجنة الثلاثية الآن تحرك للمقبل والله إحنا شوف إحنا مبارح بعثنا هذا البيان للاتحاد وأكيد مبارح وصلهم للإخوة إحنا طبعا نفتح إيدينا ومنمد إيدينا للجميع للتعاون لأنه بالنتيجة إحنا منعتبر منظومة كرة القدم الأردني مسؤولية جماعية يعني مبارح كان البيان مبارح البيان وصل للإتحاد والآن إحنا بانتظار رد والحوار أو بانتظار التشاور مع الاتحاد نقدم نخرج بتفاهمات معي يعني أنا أبدأ سألك سؤال أهم المطالب مثلا تأجيل موضوع الفئات العمرية طب اليوم الفئات العمرية يا أخي العزيز أول مباراة بـ 15-7 أو بـ 12-7 انتحان التوجيه إلى فئة 19 بنتهي بـ 10-7 يعني هل ما أقول طالب التوجيه يترضى تحالة التوجيه ويقعد يومين الفرق بينها وبين أي مباراة يومين ثلاث إحنا اليوم مثلا من المطالب القاعدة إحنا يعني شوف الأندية مطالبها ليست مطالب عدمية نعم وليست مطالب تعجيزية نعم هي مطالب طبيعية ومتق تنظيمية طبيعية بالإضافة إلى أنه إحنا اليوم بدنا ننظر إحنا اليوم ما بنحكي عن نادي ما بنحكي عن ناديا نحكي عن كرة قدم أردنية بحاجة إلى دعم بحاجة إلى استقرار بشأن إحنا الإنجاز اللي راح نصله بكأس العالم زي ما وصلنا نهائيات كأس آسيا راح يكون إنجاز لهذا الوطن بجميع نعم فلذلك هذه الأندية هي مؤسسات وطنية لازم الدولة تنظر لها بعين الاعتبار نعم وبعين أنه هذه الأندية تمثل شباب ومستقبل أجياء القادمة نعم نحن إن شاء الله راح نكون متابعين معكم سيد غيث نتابع هذا الموضوع وإن شاء الله أنه نصل وتصلوا مع الاتحاد إلى حلو الوسط يعني تسمح بموسم ينطلق خدمة للمنتخب الوطني وأيضا يكون هناك نظرة للأندية ودعم للأندية حتى تقف على رجلها وتقدم اللاعبين اللي يقدروا يقدموا هدف منتخبنا وهدفنا جميعا بوصول كأس العالم الله يعطيك لابسة غيثة المعاني وإن شاء الله بالتوفيق بموسم يكون يعني شاء الله نتمنى ذلك والله نتمنى لكل الأندية للتوفيق ولكل المنظومة نعم نتمنى الاتحاد كمان التوفيق ونتمنى لمنتخبنا الوطني هذا الهم الأكبر الآن عند الجميع وعند الأندية إن شاء الله نقدر نصل لكأس العالم بإذن الله الله يعطيك العافية الله يعطيك يا رب